الدكتورة عالية المناهج الدراسية في علم الاقتصاد على سبيل التحديد يعني بيحصل لها نوع من التطور بيحصل لها نوع من التغير مع تغير سنين يعني ما كنتي تدرسي مثلا في بداية تغير تماما خالص لأ يعني المناهج كلها يا دكتورة دورية بتجدد كل سنتين ثلاثة وإحنا اللي إحنا بندرسه في كلية في مرحلة البكالوريوس ما يختلفش عن اللي بيدرس في أعظم جامعة في العالم في الام اي تي في لندن سكول و بيكينوميكس في بيركلي في أي حتة في مرحلة البكالوريوس إحنا المناهج بتاعتنا بالزبط المناهج بتاعته في مرحلة الدكتورة بنتور المجسير والدكتورة برضو بنتور جامد في المناهج في كل التخصصات يعني صاد وسياسة وإحصى كل ده بنتور فيه كل سنتين ثلاثة وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة إحنا في سنة إحنا الكلية كان بتسعى للحصول على الجودة في ككلية يعني والحمد لله حصلنا عليها في سنة 2011 ما تقدريش تحصلي على الجودة من غير ما تكوني متورة المناهج بتاعتك من غير ما تكوني ملتزمة بكل شروط الجودة اللي هي بعدها شروط إدارية وبعدها شروط خاصة بالمبنى اللي هو لازم يكون في أكمل الصور يعني بيحدث نوع من التطوير في المناهج الدراسية في الكلية مش بس آه طبعا المناهج دي لازم بشكل الدائم ده التزام الأقسام الأقسام ملتزمة أنها تجدد المناهج بتاعتها كل ثلاث سنين تقريبا يعني المنهج بيدرس ثلاث سنين وبعدين نبتدي نشوف إيه الجديد في العلم فنجدد وهكذا فدي حاجة مفيش شك فيها طب دكتورة اللي مثلا دولياتي عايزين يتخصصوا من جديد في هذا العلم علم الاقتصاد حيكت يعني يعني بتقول لهم إيه يعني الطلب الشباب اللي دخلين أيوه أقول لهم أهلا وسهلا مبدئيا أقول لهم من كلية الاقتصاد والمسياسية ما زالت هي أحسن مكان ممكن يدرسوا فيه اقتصاد وده أنا مش بقولت حيوزا فيها قدر من التحيوز بس ده حقيقي يعني مؤكد إنه هو الكلية عندنا فيها أحسن مجموعة من الأساذ اللي بيدرسوا اقتصاد في مصر والمناهج بتاعتنا مطورة على أعلى مستوى والفاسيليتز أو الإمكانات اللي بتتاحها الكلية للطلبة كويسة جدا إحنا في فترة لما كان فيه كورونا العملية الدراسية كانت مستمرة بصورة عالية الكفاءة لأنه كل الإمكانات متاحة إن الطالب يتعلم أونلاين فلا يعني أقول للطالب اللي هيجي إحنا عندنا شعب عربي وشعب كويسة قوي وشعب انجليزي وشعب فرنسية شعب الفرنسية اللي عايز فيها يختار أن هو يدرس كمان ياخد الشهادة من الصوربون بيقدر ياخدها والشعب الإنجليزي اللي يمدي إحنا بنعمل برنامج شراكة مع جامعة في المملكة المتحدة لتخصص الاقتصاد في الفينتك اللي هو في التكنولوجيا المالية فإحنا بنطور في الكلية طول الوقت طيب ده شيء جميل جدا جدا يعني هندخل بقى في عالم الاقتصاد بشكل عام فضل متى نقول إن هذه الدولة اقتصادها قوي؟ بنقول إن الاقتصادها قوي بالرجوع لعدة معاشرات المعاشر الأولاني معدل النمو واستدامته هالاقتصاد ينمو بمعدل سريع ولا لا لو بستتي على دول زي الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا وكوريا هتلاقي البلاد دي نطت من كونها دول نامية بسيطة إلا كونها بعدها في مجموعة العشرين وتركيا بيتدخل فيهم كمان إنهم عملوا معدلات نمو سريع جدا لفترة ممتدة يعني عشر، خمستاشر، عشر، عشر سنة الصين قعدت عشر سنة بتنمو بـ 11% الهند قعدت زيها كده برضو تنمو 10-11% طبعا معدلات النمو دي بتقوي الاقتصاد بجانب معدلات النمو السريعة المستمرة يعني المنتظمة لازم يكون في تنمية بشرية فبنتكلم على البشر مؤشر تنمية البشرية لازم يكون في تزايد يعني مؤشر التنمية البشرية ده بيتراوح من 0% كل ما قربتي للمية كل ما كان ده معناه إنه دي أعلى مستوى التنمية البشرية إحنا في حدود 70% يعني 70 مش مية 71 حاجة ازا كده طبعا هدفنا إن إحنا نوصل لـ 90 يعني 80-90 يعني نعلى نعلى عن السبعين كل ما مؤشر التنمية البشرية بتاعك عالي كل ما كان ده معناه إن الأداء على المستوى البشري عالي إحنا الأداء على المستوى البشري ده بتضمن ثلاث حاجة يعني بهذه المناسبة كان فيه تقرير اسمه تقرير التنمية البشرية وكان يصدر سنوياً أي هل مازال يصدر في مصر؟ لا ما هو فيه نوعين من التقرير دكتور أندور تقرير تنمية البشرية العالمي وده بيصدر كل سنة وبيبقى فيه بيانات ومعلومات عن مصر وفيه تقرير التنمية البشرية المصري إن شاء الله هيصدر قريب أو فيه إعداد لتقرير 2024 إحنا كنا لسه قريب بالنقش التقرير اللي هيتم إعداده بيقولك على مستوى المحافظات وضع كل محافظة شكل هائيه الفروق ما بين المحافظات طيب إفريدي مثلاً أنت عندك المحافظة ألف ومحافظة سين ألف أداءها كويس قوي وسين عندها التنمية البشرية مؤشر بتاعها ضعيف طيب ضيف هل في التعليم هل في الصحة هل في العدالة الاجتماعية تشوفي بقى في التفاصيل بتاعته فتعرفي طب أنا لازم أشتغل على الحتة دي عشان أرفع دولة سين نعربها لمستوى الدولة يعني هو مؤشر مهم يعني أنت في المؤشر التنمية البشرية الدولي بيقولك مصر بتكلم على مصر بس لكن المصري هيتكلم على مصر بمحافظاتها المختلفة بالتفاصيل على المستوى المحلي فدي طبعاً بتدي معلومات أدق كتير وأهم كتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر